أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمالي وتطوير ميناء العين السخنة في ضوء تكلفات الرئيس عبد الفتح السيسي وخلال اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أشار مدبولي الأهمية توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا لاستعاب حركة التجارة الدولية يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز لالتجارة العالمية واللوجستيات